اشتركوا في القناة لعشرات المسلحين من ميليشيات الحوثي في غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربي على معاقلهم في الساحل الغربي لليمن ما اسفر ايضا عن تدمير عشرات الاليات والمركبات العسكرية التابعة لهم وفي مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة قتل نحو عشرين انقلابيا في معارك مع الجيش اليمنية الذي سانده طيران التحالف العربي كما خاض الجيش معارك عنفة مع الميليشيات شمال مديريتينهم التابعة لمحافظة صنعا قتل فيها عدد من عناصر الميليشيات بينهم قيادي ميداني يأتي ذلك فيما اثنى نائب الرئيس اليمنية الفريق علي محسن الاحمر على دول تحالف دعم الشرعية في اليمن ودوره في مساندة الشعب اليمني لاستعادة الدولة وقال خلال ترأوسه اجتماعا بقيادات وزارة الدفاع اليمنية في مدينة مأرب ان دول التحالف يشكلون جميعا صورة الرائدة في التعاون ومواجهة مخاطر ايران ومخاطر الارهاب في القضون استنكر وزير الادارة المحلية اليمني ورئيس اللجنة العليا للاغاثة عبد الرقيب فتح اقدام ميليشيات الحوث الايرانية على اختطاف اثنين من موظف الامم المتحدة بالاضافة الى اختطاف موظف ثالث اواخر الشهر الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر